ركية بتقول أنا وأولادي إسنان سوري من سوري من سنتين قدمت لجوء في النمسا أخذت إقامة ثلاث سنوات عندي جنسية تركية وكشفوا الجنسية وبتستنى قرار القاضي شو ممكن يصير دي كرساة محققة عشان كده أنا دايما بنصح الناس لو سمحتوا لما تاخد حماية سنة أو تاخد اللجوء ما تاخدش الإقامة بتاعتك وتقعد جنبها تطور نفسك عشان تطلع من اللجوء وتطلع من الحماية السنوية إما تاخد الإقامة الأوروبية أو تاخد الجنسية على طول لا اكتشفوا أن عندنا جنسية تركية أنا ليه بقول كده لأن في ناس كتير جدا بتيجي بيكون بتحمل جنسية دولة أخرى بس ما بيقولوش إيه اللي بيحصل ممكن بعد ثمان سنين من حصوله على الإقامة سواء السنوية أو اللجوء الدولة تكتشف أنه بيحمل جنسية دولة أخرى في الحالة دي بيصحبوا منه اللجوء الحل الوحيد أنها تتنازل عن الجنسية الأخرى اللي معاها نعم وساعتها بتجرب يبقى ساعتها ما أصبحتش هي تركية يعني ترجع الجنسية تركية واخدأ إقامة بتلت سنين مالهاش علاقة مالهاش بيقول حضرتك إيه لو هي عندها إقامة لجوء كاملة اللي هي اللجوء تلت سنين أو عندها حماية سنوية وبقالها عشر سنين في النمسا ومعاها نفس الإقامة دي ما غيرتها ما خدتش جنسية ولا حاجة واكتشفوا أنها عندها الجنسية دولة أخرى بيصحبوا منها لأن ساعتها أول حاجة هما بيعتبروها أن هي مقدمة معلومات خاطئة هي مقالتش أنها عندها جنسية دولة تانية الحالة التانية دروقتي هي واخدأ لجوء بناعن على إيه إنه سوريا فيها حرب طب هي لما يكون معها جنسية دولة تركية ولا أي دولة أخرى كانت الأولى تقعد في تركيا أقعد فيها هو فيه وحد ترجي ما بيأخدش الجوء في النمسا